بسم الله الرحمن الرحيم بفرق هذا النوع عن الكلاس العادي دعونا نرى نحن نعرف ان الكلاس العادي عادي بنيجي مكتب كلمة كلاس ثم بنسمي هذا الكلاس وفي داخل هذا الكلاس رح يكون موجود عندي مجموعة من الفاريابلز وبرضه موجود عندي مجموعة من الدوال الآن اذا اردنا هذا الكلاس اللي اسمه A-B نورثه لكلاس آخر لنفترض هنا احنا نسمينا C بنيجي بنعمل Extents وبعدين بنضيف اسم هذا الكلاس الآن في عملية الوراثة اما ان احنا بشكل طبيعي ما بنضيف اشي في داخل هذا الكلاس وفي هذه الحالة جميع محتويات هذا الكلاس تضاف بشكل تلقائي في داخل هذا الكلاس واما ان احنا بنجي بنعمل عملية الOverriding الOverriding انه بنجي بنسمي Method بنفس اسم الميثود الموجودة في كلاس الأب ولكن بنغير في محتويات هذا الميثود يعني خلينا افترض ان هذا الميثود موجود فيها الأمر الفلاني والأمر الفلاني لا احنا الميثود الموجودة في الكلاس الابن بنضيف اوامر اخرى لعند هنا الوضع تمام الآن فكرة الابستراكت كلاس اني انا باجي بسوي كلاس سوبر يعني كلاس اب هذا كلاس الاب رح يحتوي على مجموعة من الميثود ولكن هذا الميثود ما بيكون لها جسم يعني بنعرف احنا الميثود بيكون لها عنوان وبيكون لها جسم ولكن في حالة الابستراكت ممكن اني اسوي مثود عادي بالشكل اللي احنا بنعرفه وممكن اني انا اجي اسوي مثود هذا المثود لا تحتوي على جسم بتكون هيك زي اعلان عن المثود وفقط طب انا ايش بستفيد من هذا الموضوع بستفيد من هذا الموضوع انه كلاس الاب بسويه زي بلو برينت او بسوي زي نموذج وباقي الكلاسات بتوخذ هذه العنوين وملزمي انا موجود عندي كلاس اب في داخل الكلاس الاب انا معلن عن دوال فبالتالي في كلاسات الابناء انا بسير ملزم ان في داخل هذه الكلاسات اورث هذه الدوال وعملها عملية overriding واكيد طبعا ملزم اني انا اسويلها جسم وفي داخل هذا الجسم في كل كلاس وارث اعبي البيانات اللي خاصة او الوامر اللي خاصة في هذه الدل اللي خاصة في هذا الكلاس نعيد كمان مرة في حالة الابستراكت كلاس انا ممكن ان أسوي دالة عادية وبشكل طبيعي ومثل الكلاس العادة في عملية الوراة وممكن أني أسوي أنا دالة هذه الدالة بتكون عبارة عن إعلان أو عبارة عن عنوان وما بيكون في داخلها جسم وفي عملية الوراة لما يجي هذا الكلاس يرثي كلاس الأب ملزم أنه يجي يعمل لهذه الميثود اللي أنا أعلنت عنها في كلاس الأب ثم لما أعمل أنا بدي أجي أعب بها في البيانات اللي خاصة في هذا الكلاس أو البيانات الخاصة في هذا الميثود اللي موجود في هذا الكلاس لو جينا على هذا البرنامج موجود عندي أنا كلاس اسمه بيرسون هذا عبارة عن كلاس سوبر أو كلاس أب هذا الكلاس موجود في داخله هذا الفاريابل وموجود في داخله هذا الدالة الاسمها شو وموجود في داخله الدالة الاسمها اي بي سي عندنا كلاس اسمه ايمبلوية كلاس الامبلوية بيرث البرسون. طبعا بشكل طبيعي. مثلا لو جينا هنا في اكلاس شو. جينا عملنا عملية مثلا برينت. وجينا مثلا برينت اي شي. يعني مثلا لو برينت ايه. ثم جينا اه سوينا او سوينا اوبجيكت من الكلاس الوارث. اللي هو اكلاس الابن. اللي هو كلاس الامبلي. ثم اه في داخل هذه في داخل هذا الابجيكت. انا استدعيت الدل شو اللي موجود عند الاب يعني ملاحظين هذي مش موجود في داخلها دوال انا استدعيت الدلي الموجود عند الاب وجيت نفذت هذا البرنامج بشكل طبيعي رح ينفذ هذي الدلي لعند هون مفيش ولا اشي زيادة طب لو جيت على كلاس الاب هذا كلاس الاب وخليته من نوع ابستراكت في هذي الحالي برضو مختلفش اشي ليه مختلفش اشي لانه الدوال اللي موجود في داخل هذا الكلاس في الها جسم الان اللي اختلف اني انا ممكن هذي الدلي ما يكون الها جسم تمام يعني ملاحظين دلة اي بي سي في الها جسم ولكن دلة الشو ما في الها جسم يعني فيش الها implementation طيب في هذي الحالي انا بلزم كلاس الابن ملاحظين اعطاني خطأ هذا كلاس الابن اللي بورث من هذا الاب اللي اسمه بيرسون بورث من بيرسون انا بلزم كلاس الابن انه يعمل عملية اوفررايدنج لهذه الدالة ثم هذه الدالة يعملها اوفررايدنج هاي كونترول في ثم يسوي لها عملية implementation يعني يسوي لها جسم وعبي البيانات اللي خاصة فيه فبالتالي انا الزمت كلاس الابن انه يسوي عملية اوفررايدنج يعني باختصار ولاحظوا معاي ما الزمته انه يعمل اوفررايدنج لهذه الدالة هذه الدالة اللي في الها الجسم خلينا نبينه برضو هاي print واي اشي هون في داخل البرينت هاي ضب الايه ملاحظين انا ما الزمته انه يعمل اوفررايدنج لهذه الدالة بس انا الزمته يعمل اوفررايدنج لهذه الدالة فبالتالي انا حولت هذا الكلاس لنموذج هذا النموذج باقي الكلاسات بتاخذ منه العنوين وبتعبيها كل كلاس على هواي يعني لو مثلا سويت برضو كمان كلاس وهذا الكلاس بيعمل extend من بيرسون يعني مثلا وجينا هون هذا كلاس هي كنترول سي وجينا هاي كنترول في وسمنا مثلا ايش ما كان اسمه لاحظ معي انه برضو رد اعطاني خطأ ليش لانه طلب مني اني اجي اعمل اوفررايد لهذه الدالة وهذا الحكي رح نلاحظه لما نروح على الفلتر انه موجود عندي مجموعة من الكلاسات خصوصا احيانا بتكون هادي كلاسات مخزنة في داخل اللغة هاي الكلاسات بتعطيني عنوين انا هذي العنوين بدي ابني عليها الان بس في ملاحظة اخيرة عن الابستراكت كلاس لاحظوا معي انه هذا الكلاس بقدر اني اعمل له Elijah ellos ولكن الابست видели يعني لاحظوا معي هاي Kquez اللي بدأ اجي اعمل لأوبجكت هي Morrison b مثلا يساوي بيرسون هاي بيست لاحظ معي انه مباشرة اعطاني خطأ بكل ابستراكت كلاس كانت بي يعني انا ما بقدر اسوي له مثيل او ما بقدر اني اسوي منه اوبجيكت وهذه هي باختصار فكرة ابستراكت كلاس زي ما حكتلكم احنا رح نرجع لهذه الفكرة كثير لما نروح عند الفلتر لاحظوا معاي انه في الفلتر اول اشي بواجهنا او اول اشي بنشوفه في اول تمرين رح ناخذه في الفلتر اللي هي عملية الوراثة وبالتالي درس الوراثة والأوبجيكت أورينتد بروغرامنج هو الاكثر اهمية يعني احنا في السابق كنا ناخذ رؤوس اكلام اللي هي كيف نحن نساوي هاي التفاصيل اللازم نكون عارفينها ولكن اكثر اشي مستخدم او اول اشي رح نستخدمه اكثر اشي مستخدمه اللي هي عملية الوراثة الله أعطيكم العافية